الاهلي يتعثر من امام الفيصلي ويقترب من الهبوط وهل يهبط الاهلي الى الدرجة الاولى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم فارس او فارس اوفيش المقطع جديد مقطعنا اليوم رح يكون تحليلي ورأي عن مباراة الاهلي والفيصلي بالاضافة لعدة مواضيع حابب بتكلم عنها في النادي الاهلي في الفترة القادمة ولكن قبل بداية هذا المقطع اذا كنت جديد على القناة ولسه مشتركت طالعك الان كلام فوق على الشاشة اضغط عليه وخليه نوصل 115 الف مشترك كل اللي باقي لنا ما يقارب ال5000 مشترك واو عدي شخص يشترك انه باذن الله يستمتع في محتوى القناة الشيء الاخر للإعلان وتواصل في الفترة القادمة طالع لكم الان حسابي عبر الشاشة في الانستجرام تابعوني هناك انزل اخبار وفعاليات يوميا بالاضافة للي حابب يعلم يتواصل معاي هناك او عبر ايميل القناة اللي رح تركلكم اياه ايضا في الوصف وباذن الله ما رح بصر ابدا مع اي شخص حابب يعلم وخلونا الان نبدأ في مقطع اليوم ونبدأ حديثا عن مباراة النادي الاهلي والفيصري وقيمة اليوم مباراة بين الاهلي والفيصري ابتدأت في الساعة السادسة وخمس دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية دخل فيها ومدرب النادي الاهلي بالتشكيلة التالية حراس المربى محمد الربيعي قلوب الدفاع دان كلير خبراني ظهير ايمن النقاز ايسر عبد الباصط ثلاثي خط الوسط المقهوي وبرادر ايش والمجحد في الجناح اليمين هيثم عسيري في الجناح اليسار عبد الرحمن غريب وفي الهجوم العقيد ونجم المباراة عمر السومة بخصوص اسباب التعثر في هذه المباراة فبعيدا عن اخطاء اللاعبين انا اضع مسئولية الخسارة او نقدر نقول التعادل في هذه المباراة اللي انا اساسا اعتبره تعادل بطعم الخسارة لان انت كان يمديك تطلع بفوز من هذه المباراة السبب الرئيسي في تعادل النادي الاهلي في هذه المباراة هو المدرب بزنك هاسي نعم بزنك هاسي هو السبب الرئيسي وراء كل شيء قاعد يصير في النادي الهلي مع احترامي يعني اللي يقول ان المدرب ما عنده عناصر بعيدا عن العناصر في قناعات واضحة جدا يعني انت يمديك تغيرها وراح تحسن من شكل الفريق مع احترامي مين حمد النقاز عشان تلعبه اساسي اوكي اللاعب كانت عنده مسيرة جيدة ونجح مع الزمالك والترجي وقدم مسيرة جيدة جدا معهم لكن يوم جاء معاك شفنا كيف اللاعب فشل اللاعب اثبت انه ما رح يقدم لك اي شيء فانت ليش مصر انك تلعبه انت كان يمديك انك تلعب محمد المجحد في مركز الضهير الايمان زي ما اعتمدت عليه في جزء كبير من الشوط الثاني وتدخل بزياد الجهني من بداية المباراة وكان يمديك ايضا تخرج محمد خبراني من بداية المباراة وتلعب فهد الحمد اللي نزل في اخر الدقائق وقدم اداء جيد لكن المدرب عنده قناعات غريبة جدا وانا اعتبرها قناعات غبية وتافهة محمد خبراني اثبت لك انه من اسوأ اللعيبة الموجودين عندك وانت لازلت مصر انك تلعبه في كل مباراة على اساس انه اللاعب فجأة سبحان الله بينزل عليه الوحي ويطلع مدافع عظيم وهو خلاص انكشف انه محمد خبراني ما عند عنده اي امكانية للتطور غير كذا محمد الربيعي تو متعافي من كورونا يعني اللاعب تقدر تقول غير جاهز فانت ليش تسمع كلام اللاعب انت مدرب عندك كلمة والقرار النهائي بيدك فليش تلعب محمد الربيعي وانت عارف انه مو جاهز كان لديك تعتمد على ياسر المساريم اللي شفناه في الدكة صحيح اللاعب عنده حالة وفاة الا انه اللاعب واضح انه جاهز وما عنده اي مشكلة انه يلعب فانا اعتبر السبب الرئيسي في الخسارة اليوم هو مدرب النادي الاهلي لا غيره عمر السومة اليوم قدم مباراة كبيرة تسجل هدفين استعاد جزء كبير من مستوى وباذن الله الفتر القادم العقيد قادر يقدم مستوى اكبر واكبر ونوافق من هذا الشي والعقيد فقط يحتاج عناصر مميزة معاه وان شاء الله مع قدوم ادواردو والعناصر الجديد العقيد راح يثبت لكم انه ما انتهى ابدا وانه عنده اشياء كثيرة يقدمها في الفتر القادم هايثة مغريب ايضا قاعدين يقدمونه مجهود زي كل مباراة ويشكرون عليه وبقية اللاعبين برضو ما قصروا خلونا الان نتكلم عن ترتيب النادي الاهلي الان النادي الاهلي بعد التعادل اليوم في المركز الثالث عشر النادي الاهلي 16 مباراة 16 نقطة بمعدل كل مباراة النادي الاهلي يحصل على نقطة الاهلي الفرق بينه وبين المركز 15 اللي هو مركز هبوط رسمي والمركز 14 اللي هو المركز الحالي اللي هو فيه وهو مركز ايضا هبوط رسمي نقطة واحدة بين المركز 15 ونفس النقاط مع المركز 14 والفرق بينك وبين الاخير فقط 5 نقاط يعني النادي الاهلي قريب جدا من الهبوط وما في يعني نقدر نقول إمكانية أنه نستبعد النادي الهلي من الهبوط لا الهلي ممكن يهبط ولكن شخصيا أنا أقول لكم الهلي إن شاء الله مع العناصر الجديدة قادر يتحسن ولكن إذا استمر المدرب بالعنادي اللي هو فيه وبالقناعات الفاشلة اللي قاعد يعتمد عليها أنا ما أقول لكم أنه النادي الهلي راح يهبط إلا النادي الهلي راح يهبط ورح يمر بمسيرة جدا محزنة ورح تخلي كل جماهير الهلي يحزنون على وضع الفريق لذلك أهم خط وحاريد لازم تسويها أنت كنادي الهلي أنك تمسك المدرب السادة ما جد نفاعي تقول له من الآخر إحنا أعطيناك الثقة وأعطيناك اللعيبة اللي طلبتهم تجي أنت تعتمد لي على أسماء ما لها داعي مثل خبراني وغيرهم رغم أنه عندك أسماء أفضل منها أنت هنا تتحمل الأخطاء وأنا راح أقيلك وأنا حابب أعطيكم معلومة للعلم إدارة النادي الهلي بعد قدوم العناصر الجديدة فران كوم ودوارد وغيرهم راح تعطي بإذنك هاسي ما بين المباراة إلى ثلاثة مباريات كحد أقصى في حال المدرب أثبت نفسه راح يكمل في حال ما أثبت نفسه ستتم إقالته رسميا وبدأوا البحث عن البديل من الآن هذه معلومة حصرية لمتابعين القناة خلونا نتكلم عن النادي الهلي في المباراة القادمة للأهلي عنده المباراة القادمة أمام الحزم يوم السبت القادم راح تكون بإذن الله بنسبة كبيرة بمشاركة عدد من اللعيبة الجدد اللي ينضموا للفريق بنسبة 90% في حال حصل النادي الهلي على شهادة الكفاءة المالية أنا أعتقد أن النادي الهلي قادر على تخطيها فقط يستغل الفرص ويعتمد عن لعيب اللي بالفعل يستحقون يأخذون فرصتهم وبإذن الله ما راح تكون صعبة مباراة ضمك والشباب بإذن الله نتركها لوقتها ولكن أنا حابب أقول لكم المباراة القادمة مهم جدا دعمكم لللاعبين لأنه بالفعل في لعبين داخل رضية الميدان قاعدين يقدمون كل شيء ممكن يقدموه عشان النادي الهلي يفوز وعشان النادي الهلي يقدر يرجع للمنافسة من جديد ويحقق على الأقل مقعد آسيوي في المقسم القادم لذلك هذول اللعيبة يستحقون دعمكم بعيدا عن قرارات المدرب الفاشل اللي بإذن الله تتغير في الفترة القادمة أما عن ملف الهلي فخلونا يتكلم لكم عن جديد الصفقات بشكل سريع إدارة النادي الهلي والله يا أخوان قاعدة تشتغل شغل كبير جدا على الصفقات أنا حسب ما وصلني من مصدر موثوق ورسمي ومؤكد الأهلي فاوض ما يقارب 15 إلى 20 لاعب في فترة الانتقالات الحالية ولكن أغلب اللعيبة رفضوا رغم أنه النادي الهلي قدم عروض مغرية جدا لللعيبة وأعلى من العروض اللي قدمتها أندية اللعيبة ولكن هم ماخذين نظرة سيئة عن وضع الأهلي الحالي والبيئة الحالية والإدارة الحالية قاعدة تحاول تحسن هذه البيئة لذلك ممكن قاعدين تشوفون يجيبون لعيبة يعارة عشان يعطوهم نظرة أنه النادي بالعكس بخير والنادي قابل للتطور ولكن في بعض الأشياء السابقة وبعض أخطاء الإدارات السابقة كانت هي السبب على العموم جديد صفقات الأهلي كارلوس الدوارد تمت رسميا واحتمال كبير يكون الإعلان اليوم أيمن يحيا تمت رسميا وشفنا الإعلان أمس عبدالله المقلن تمت رسميا وباقي شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب راح يتبين هذا الشيء في الفترة القادمة فران كومب تمت وشارك في التدريبات يوم أمس مع أليوسكي وراح يكون بإذن الله جاهز لمباراة السبت أمام نادر حزم في حال حصل النادي لهلي على شهادة الكفاءة أما عن عبدالله مادو ففي أخبار حسب عدة مصادر ومنها الصحف ومن أبرز الصحف هذه صحيفة الرياضية أنه دارة النادي لهلي فيه مفاوضات مع اللاعب وممكن تتم وممكن تشوف اللاعب مع النادي لهلي في الفترة القادمة والأيام الجاية راح تبين كل شيء بخصوص ملف عبدالله مادو أما عن الجناح فقبل ما أتكلم عنه إذا وصلت لهذه النقطة من المقطع ولسه مشتركت وقف المقطع الآن وقدر جهودي وتعبي في هذا المقطع بضغطك تزيل الاشتراك خلين نوصل 115 ألف مشترك اليوم راح أعطيكم ثلاث ثواني وبإذن الله بعد راح أرجع لكم ويتحدث لكم عن ملف الجناح أعتقد أنه الآن أغلبكم بإذن الله اشتركوا وراح نوصل بذل الله 115 ألف مشترك فقرب وقت على العموم بخصوص ملف الجناح فاللاعب اللي طرع لكم الآن في نصف الشاشة هو الجناح الكولومبي فالوس فيه مفاوضات جادة جدا من إدارة النادي الأهلي لللاعب وممكن يتم الصفقة في الأيام القادمة فإذا حابين أني أسوي مقطع عن هذا اللاعب ويكون مع ذكر مسيرته ووش قدم وإحصائياته إلى جانب ملخص لما قدمه مع ناديه شاركوني أراكم في التعليقات وبإذن الله راح يكون فيه مقطع جدا مميز لهذا اللاعب في حال أغلبكم طلبوا مني أني أنزل عنه مقطع بإذن الله هنا وصلنا لهاية المقطع شاركوني أراكم جميع مواضيع حلقة اليوم تحت في التعليقات وهل تتوقعون أنه العقيد يواصل مستوى في الفترة القادمة أو لا كان معاكم فارس فارس أوفشل طالع لك الآن شعار القناة ضغط عليه واشترك وخلي نوصل 115 ألف مشارك فقرب وقت وطالع لك على مين الشاشة رأيي لاعب الأهلي جديد عبدالله المقرن وأيضا على يسار الشاشة رأيي في اللاعب أيمن يحيا وتحياتي لكم جميعا ولا تنسون في ختام كل مقطع تذكرون لله عز وجل اللهم صلي وسلم على سيدنا نبيين محمد فارس وفارس أوفشل شكرا لكم ومع السلامة